نعم السيد فايدالي لوجيتش مدرب معروف البوسني صاحب 60 سنة مدرب أصبح يملك السبغة العالمية الأكس بلاير تاع أفسي نونت وباريس سان جيرما هدف البطولة الفرنسية لمدة سنة 83 و 85 الفائز مع الرجاء بكأس إفريقي 1990 الفائز بكأس فرنسا 2003 مع الباريس سان جيرما النادي الباريزي تاريخ الجزائر ثورة نوفمبر 5 جوليا كل هذه التواريخ تتفرق منحة الجنسية للمدرب السيد فايدالي لوجيتش هي قرار شخصي من طرف السيد عبد الملك سلال رئيس الوزراء في الجزائر رئيس الوزراء في الجزائر وعد المدرب السيد فايدالي لوجيتش بعد اتصالات ومصادر موثوقة جدا من طرف أشخاص تشتغل في المنتخب الوطني أكدوا لي شخصيا أن السيد فايدالي لوجيتش سيأخذ الجنسية الجزائرية هذا وعد من طرف عبد الملك سلال لكن الأمور ستتضح في الأيام القادمة تعتبر هذه إشاعات المدرب السيد فايدالي لوجيتش محبوب جدا من الجمهور الجزائرية المدرب الوحيد الذي بقي على رأس المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة لمدة 29 شهر قبل 29 شهر المنتخب كان يتمنى مدرب عالمي جاء فايدالي لوجيتش غير الخطة غير الاستراتيجية وجد لعبين يلعبون في أندية أوروبية كبيرة جدا هذه من الأشياء التي ساعدت الكوتش وايد على تكوين فرقة كبيرة جدا على لعب الأدوار الأولى في التصفيات التأهل إلى مونديل برازيل الجنسية الجزائرية شخصيا أعتبرها صعبة جدا نعم التاريخ يتفرق بين تاريخ البوسني وتاريخ الجزائر بينما فعله البوسني في حرب البوسنة والهرسك وتاريخ الجزائر البوسني مع كمل احترامات ليه مدرب كبير جدا لكن الجنسية الجزائرية تبقى قرار انعزالي وانفرادي من طرف سيد عبد الملك سلال سيد فاديالي لوجيتش والجنسية الجزائرية بنظرة الشريع الجزائري بنظرة المناصرة البسيط تعتبر من عدة مناظر مختلفة فيه جماهير تتمنى وهي جماهير عطيفية بالطبع تتمنى الجنسية الجزائرية للكوتش فاهيد بما فعله ما قدمه للكرة الجزائرية على مدة 29 شهر التي قدمها فاهيد للكرة الجزائرية ولا واحد يتكلم على فاهيد ولا واحد انت قد فاهيد إلا بعض الإعلاميين وبعض المدربين السابقين الذين يصطادون في المياه العكرة الشريع الجزائري لما تتكلم عن الشرعية الثورية لدى الشريع الجزائري لما تتكلم عن العالم الجزائري لما تتكلم عن الجواز الجزائري الناس تتكلم معك بلهجة الغير مقبولة تماما لأن الشرع الجزائري لا يحب مثل هذه الأمور نعم فاهيد إنسان محترف اتفق مع الاتحادية الجزائرية ولما يتفق مع الدولة الجزائرية اتفق على أمور معينة التأهيل المنتخب الوصول في نهاية كاس إفريقيا الوصول للدور الثاني من المونديال لكن الجواز الجزائري الشعب الجزائري لا تقبل هذا الأمر وهي أغلبية ساحقة لا تتقبل مثل هذه الأمور فيه الجماهير العاطفية تتكلم بالعاطفة لأنها تحب المدرب فاهيد تعشق المدرب فاهيد